أهلا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل في آخر فقرة في الحلقة النهاردة وعادة يعني بنحب نتكلم فيه عن الحاجات اللي ليه علاقة بالصحة بشكل طبعا مفصل خلونا نتكلم عن التغذية بشكل عام والرز والمكارونا والعيش دول تلات حاجات محدش يقدر يستغنى عنهم موجودين في أي ترابيزة في أي صفرة مفيش طبق بيخلوا من هذه الأصناف عشان كده عايزين نسأل بقى إيه اللي فيهم أقل سعرات حرارية هل الرز ولا المكارونا ولا العيش هل ينفع نستغنى عنهم كلهم مش حاجة منهم بس عشان وزننا يقل ونخس اللي ممكن نستغنى عنه أثناء وأجابتنا هل الأكثر منهم ممكن يوصلنا لزيتة كبيرة في الوزن أسئلة كتير قوي في الحقيقة حابين نعرفها ونعرف إجابتها من ضفتنا الموجودة معنا في الستوديو النهاردة الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فندم وصحة جيدة للناس كلها يا رب صباح الخير يا دكتور يعني أنا بصي أنا شخصياً والله لو شفت مكرونة دي قدامي هاكلها في طرغة دي عاشا بجد بمشبالي أنا تكولها في العيش ولا بغير العيش لا لا مش درجة تايش بس أنا عاشقة بتكليهها ازاي؟ أهم حاجة بتكليهها ازاي؟ الفكرة في ان التكليهها ازاي؟ بكلها بكل أنواعها بجد يعني أنا من الناس دي اللي لما مثلاً بقى في أي مكان بجد ما عنديش مشكلة أكل مكرونة في أي وقت في ناس كده تعمني ايه بعدها؟ مهما بطورة يعني هاي بتكلي مكرونة بتلعبي رياضة؟ اه خلاص يبقى هونتي كده ايه؟ بتحرقي سعرات او الوجب اللي بعدها مش بتفقى مكرونة مكالية اللي هاكلها هنا يا دكتور؟ ايفاً؟ يعني اي مكالية كمية اللي هاكلها ولا برده؟ لا طبعاً هي مهمة معمولة ازاي؟ مهمة نوع المكرونة هي وكلت كمية قد ايه؟ خلينا بس تلاقون نعرف الرز والمكرونة ولا ايش مين فيهم اقل سعرات حرارية دي اهم حاجة؟ هو دي بكلمة مفتوحة اوي لان احنا عندنا من المكرونة انواع يعني ايه كتير اوي يعني في دلوقتي المكرونة العادية اللي هي البيضة المعمولة بالديئة الابيض ودي طبعاً اضر شيء في الوجوه اللي هي الواجسة لا مش هتسوق اللي هي العجينة نفسها بيضة من غير ما هتتعامل احنا بنتكلم على انها روك كده معمولة بالديئة الابيض في معمولة بالديئة البني واخد بالك او الحبة الكاملة دي حلوة جداً جداً نفس السعرات تقريباً بس بتشبع اسرع بالنسبة للتالتة فيه مكرونة بالشوفان فيه طالع جديد دلوقتي مكرونة بالبقول يعني معمولة من العتس دي موجودة دي نوع موجودة بالنسبة للرز فيه عندنا رز الابيض العادي وعندنا رز البني اللي هو الاشرق كاملة اللي هي فيها فيتامينز كتير اوي وبيشبع اسرع هو من سعرات يعني سعرات تفرق بسيط اوي وفيه عندنا رز البسماتي ده موجودة على السفرات كتير اوي العيش بتاعنا برضو في العيش الفينو ده طبعاً كارسة يعني لا ينفع خالص فيه عندنا العيش البلدي الممتاز جداً لهو بالرده ده كويس بفيش اي مشاكل منه بس مش بالكبية المطلوبة انا هضيف مع حضرتك البطاطس يعني هما عملوا بحث بين الرز والبطاطس بعض الناس تقول للعيش البني ده او البرون برد ان هو مش مفيد ده حي ولا لا اه لا هو مش مفيد بالدرجة اولاً لان في بعض الناس بحط عليه كاكاو عشان خطر يبقى بني اللي احنا بنقول للعيش اللي فيه رده مشبع مش بسألة استفادة ومش بسألة ان انا عاملة ضايت فاقوم ااكل 15 رغيف رده ممكن اسأل سؤال هنا بمناسبة العيش الفينو لان ظهر مؤخراً بعيش فينو برده بس بني اللي هو المفروض اللي هو رده طب انا عرف منين ان ده رده ولا اخد كاكاو زي ما هيجي بتقولي وفيه البعض بيقول ان هو اكثر ضرراً لان سعراته الحرارية اكبر اللي هو العيش البني الفينو ده حارتك المهم قد ايه حاج مقد ايه كلت منه قد ايه حارتك الوقتي كل حاجة مكتوب عليها اللي بل بتاعها تشتريها مثلا هشتري من الفرن العادي مش هبقى كاتب هشتري الفرن العادي مش هتلاقي اللي هو الحب الكم هتلاقي الفينو اللي عادي خلص يعني لك الحاجة اللام ده موجود في الاماكن اللي هي سوبر طب عشان نقفل حتة دي يا دكتور لو مثلا عيش بني نفس العيش نوع العيش خلينا قول باجات مثلا عيش بني وعيش ابيض هنقول ايه منهم اقل سعرات لا عيش بني طبعا لا هو السعرات بواحدة بس عشان نكون فاهمية السعرات واحدة بس التاني بيشبع اكتر يعني فيه حاجة اسمها جليسيميك ايديكس او علو السكر في الدم بعد الاكل فده ما بيرفعش السكر مرة واحدة فبالتالي تحتاجي تجوعي وتاكل تاني لا ده هو بيرفع السكر بالراحة ويفضل شوية كده فدرجة الاجباع اكتر سعرات حرارية تقريبا متقربة دكتور نهلا يمكن خلينا نعرف طبيعة المواطن المصري اللي احنا عارفين ان الشعب المصري مالوش كتلوق في الاكل تحديدا ما تعرفيش هو بيحب ايه وما بيحبش ايه علشان كده احنا نزلنا للشارع ومرسلنا نزل وساء للناس بتحبوا تاكلوا ايه الرز اكتر ولا المقارونا ولا العيش فهنتابع دلوقتي ونشوف المواطنين قالوا ايه ليه زمننا في هذا التقرير ونرجع ونكمل كلامنا مع الدكتور نحن كتير مننا بيحبوا الاكلات الغريبة النهاردة نزلنا سألنا للناس في الشارع ايه هي الاكلات الغريبة اللي ممكن يكونوا بيحبوا ياكلوها يعني مثلا ياكلوا الرز جوه العيش او المقارونا مع العيش تعالوا نشوف الناس قالت ايه موسيقى ايه الاكلات الغريبة اللي ممكن تكون اكلتها قبل كده لا انا شفتها كانت مرة كان منجة مخلدة فيه مثلا المدلعة تعرف عنها دي بيعملوها فطنطة مشهورة وفطنطة لسه مشطهرة من قريب والحاجات دي تبقى عبارة عن مثلا كنافة وبسبوسة حاجات غريبة كده كريم كرامل حاجة كده جمدة تبقى تقيلها كده شوية بس من الاكلات الغريبة مثلا حاجة زي الجنبري بالاناناس طعمها يعني فكرة جديدة بس مش معددة مش اي حد هيجربها يعني كتير بس انا استرقتي لسه واكل واكل رمان بطعم الموارد جربت اندومي بالبيت بس هو كان الاول يعني تعمه مش حلو كده بس بعد كده اخدت عنيه عادي وبقى حل هل جربت تحط الكشري جوه لعيش وتاكله كده يعني انت جربت انت تاكل الكشري في الكيس جربت انت بسبوس البيت اللي عمله ده جربت انت كشري بالتونة الكشري بالتونة ده ده وبعد الجنب انت بتحتاج بروتين وكارب فالكارب في الكشري والبروتين في التونة لأ حلو والله هي اتبان غريبة بس لأ هي حلو العيش مثلا تجيبه كده ببقى جامل تجيبه بالعيش تحط كيس الكشري بقى سيبك من العيل بقى في الشارع كيس الكشري تحطه في قلب الصندويتش كده هو اصلا مع معطرف بالكشري اللي هو احنا ممكن ناكله عادي بالعيش عشان الشبع يشبعنا اكتر لقيت ناس كتيرة بتاكل قوي بالعيش فجربته والأب ممكن انش عاجمني بس يعني بعد كده عادي لقيت الموضوع حلو يعني يعني في ايه؟ مش عاية دكتور كالتي كشري بالتونة؟ لا خلص غريبة انا دي اكتر حاجة غريبة بصراحة هي ما عرفش وستصغى ازاي بس في ناس بحط مكارونة عليها بيت مكارونة على التونة جي مقبولة انا معاها بضاية مثلا يعني بحيث ان هي تبقى كأنها سورسة بروتيا بس انا مش مستصغة بالنسبالي بس هو الشعوب بتختلف يعني زي ما مثلا الناس بعض الناس عندنا هنا في البورسعيد مثلا بيأكلوا الملوخيب الجنبري انا مش مستصغة بالنسبالي خالص الملوخيب الجنبري ولكن ده طلب عندهم وناس بطلوبه وبيأكلوا عادي موجود في حلات السمك تحديث اه بزبط فدي حاجات هي الفكرة دي الشعوب بتختلف من وكان الشيف الله يرحمه اللي هو أو سامة كان بيعمل الكنافة حدقة يعني زيها زي الشعرية كده أو النودلز فدي الله يرحمه طبعا ممتاز جدا وكان من أحسن الناس اللي بتعمل بس برضو حاجة غريبة بس طبخة بس هو يعني الشعب المصري وشعب الضواق فأعتقد اللي احنا ما بنقبلش اللي احنا ناكل أي حاجة يعني حتى الميكسات الغريبة اللي بتتعمل لازم يكون ليها تاست معين عشان أكلها ليه في بيتزا حلوة عليها اللي هي المارشميلو بتتسيح عليها كأنها زي الجبنة الموتزوريلا المارشميلو بدلا منها وبتبقى حلوة نقاش البيتزا عشان كيلس بتضعف مع البيتزا نترقون في حد من محل قهوة شهير معروف عامل السينابو عبارة عن إنها حدقة جواها فراخ وجواها كده يعني معرفت حاجات غريبة يعني مكسات غريبة أو حاجات غريبة العم بتاكل الأول أعتقد أنا مقدرش أكل حاجة كده بصراحة بالضبط دكتور يعني خلينا نكلم عن الرز بقى يعني البعض بيطبخ الرز من غير سامنة ستيم دي يعني بالبخار زي ما بيقوله الكمال مسموحة بقى منه إيه لأن فيه ناس بتعمل كده لكن تاكل منه كتير قوي فهل دي معادلة مزبوطة أم لا لا تلت معالق كويس قوي قوي معانا صلاة كتير أو معانا خضار تلت معالق مش تلت كبشات يعني تلت معالق هو على فكرة تلت معالق الرز طبق الصغير أحسن من الطبق الكبير يعني أنا وجبت طبق كبير مهما حطيت فيه هحاس أنه لسه ليه فأنا أعمل طبق اللوي وأنا ما يفريش معالق طبق لأنا ممكن أريفال يعني أنا ممكن أجيب سلطانية صغيرة دكتور أنا لما كان وزني تساور بعين أنا باكن الطبق رز عادي رز والمكارون والحاجات دي لا غنى عنها ما هو حضرتك لو إحنا كلنا رز معاه كذا حاجة تانية يعني كلنا قطعة البروتين بتاعتنا كلنا طبق صلطة معلقة من هنا ومعلقة من هنا ومعلقة من هنا ومعلقة من هنا تحس أنك شبعتي تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح يعني أنت ممكن تتكلم على الأكل ما فيش أي مشكلة تلت ساعة تكلي بالراحة يعني الناس الفرنسويين بيعملوا بيقدموا الصلطة الأول وبعدين تخلصي الصلطة تيجي حاجة تانية فأنتي عبال ما بيكون جت المندج بيكون يخلصش بيعتي فياريت نعمل إحنا كده نحاول أو قضم عليك يعني يا شبات بالضبط كده بالضبط كده فإحنا لو عملنا طبق الصلطة الأول بعدها معلقتين من الخضار بعدها اللحمة حطينا بقى شوية الخضار على الرزي مش هتو بقيتاكلي رزي بس يعني أكل صلطة الأول ياريت وشربة وشربة على فكرة الوقت إحنا دخلنا في البرد لو عملنا شربة العدس المصري الجميلة دي عليها شربة اللي سأنا عصفور جميلة برضو بس شربة العدس مش بيعة أكتر هتخليك مش عايز تاكل بعد كده هو البقول فيها بروتين كتير قوي بس طبعا أصحاب القولون يمتنعوا بالضبط كده إحنا ممكن نعمله إزاي نعمله عليه الخضار كتير قوي اللي إحنا عايزينه تحط عليه جزر تحط عليه بطاطس تحط عليه تومي تحط عليه بصل وفي ناس بحط عليه كوسة كله بتتحن مع العدس نفسه بتشرب شربة جميلة جدا جدا مش بيعة جدا جدا دائما مقولة كده شهيرة عند دكاترة التغذية تحديدا فكرة اللي انت كل الحاجة في مصدرها الأول يعني ما يدخلش عملية تصنيع عليها طيب لو نتكلم نفس المثال على الرز والمكارونة المكارونة قريدي متصنعة يعني لو أنا دخلتهم الفرن مين فيهم اللي هينتصر من حيث السعرات الحرارية الرز ولا المكارونة لا هو المكارونة البني أو المكارونة المعمولة بالشفان أو المكارونة بتاعت البقول أحسن عليك التكليدية الكيس المكارونة اللي موجود ومدعه في الجمعيات الرز احسن طبعا بس المهم الكيمية يدج Woo رزه ابيض ومكارونة بيضة بتتكلم عليك انا هنا نكلم علي الرز او المكارونة اللي موجود على بتاعت التموين حتى هههههههههههههههههه اليو حبيكنا كوبات زبادي هو ما نحطش عليه أي نوع من أنواع الدهون ده نوع من أنواع إن أنا بعمله بطعم حلو وفي نفس الوقت ببقاش يتخن أكتر زبادي على الرز زبادي على الرز آه زبادي البلدي بتاعنا ده يتقلب مع الرز كده ويتحط كأن إحنا الأول ما يبتغلي كويس قوي هنحط الرز وبعد نحط عليها كوبات زبادي تتقلب كويس قوي قوي ونحط التوابل بتاعنا حاجة ممتازة كده نحطه في الفرن بعد كده عايز تحطه في الفرن مفيش مشكلة فوق مفيش مشكلة الرز المبخر الحلة اللي بتتبع أظن الناس كلها الوقت بقت تشتريها مفيش أي مشاكل كله ماشي مفيش أي مشكلة على فكرة إحنا البخار إحنا ممكن نعمل التسويع على البخار في البيت عادي يعني إحنا ربة البيت ممكن تجيب حلة عادية فيها مية بتغيي وفوقها مصفة مفيش حاجة إحنا مش عايزين نقول إن الناس انتوا بتقولوا حاجات عاملة كده وحاجات ما نعرفش نجيب لأ كل حاجة موجود وبعدين يعني أحسن من الرز والمكرون ونرغي في العيش البلدي بتاعنا الجميل ده طب والعيش السن يا دكتور العيش السن في بعض الناس بيعملها مشاكل في امتصاص الكالسيوم لو ما عندي كيش مشكلة معي ما فاشأ مشكلة بس مش هنعيش عليه يعني يعني لو قالت مسلا عيش سن مع الزبادي مش صح بيقلل الامتصاص مش بيمنع الامتصاص يعني إحنا عايزين نكون واضحين زي موضوع الشايب لبن مثلا لما بيقلل شايب لبن مضر الشايب لبن مش مضر بس بيقللوا فوائد بعض طيب في بعض الديكاترة بيمنعوا خالص أي نوع ليه علاقة بالكرب اقطع رز اقطع عيش اقطع مكرون مش مظبوط لأن احنا مثلا هيبقى شوية هحس العيان انه خس وانبسط جدا بعد شوية لا هو الانيرجي ممكن تتخذ على فكرة عادي ما فاش اي مشاكل بروتين ما الناس اللي ماشي على الكيتو ولا أنا لو أفضل الكيتو يعني أنا بحب نأكل كل حاجة بالعقل ما بحبش ان نأخد نمنع حاجة خالص من الاكل يعني حالك يعني حالك قلت العين بتاكل قبل البق دي حاجة الحاجة التانية ان انا لما بتحرم بحس ان انا محروب يعني انا نزلت واتبسطت ان انا نزلت طب أبقى بتدي اكل ده غلط خالص الكيتو ده انا عملته في وقت من الوقت وخصيت عليه رقم كبير جدا بس مجرد مرجعة تاني اتضرب في اتنين بالزبط كده الحركة بتعمل سويتش لان كان الجسم الجسم بتعود يحلق نشويات انت بتخليه يحرق دهون لما ترجع تاني تغير الجسم هيحرق تاني من النشويات فانت يعني لغبطت الجسم اولا وفي نفس الوقت الجسم بيبقى شارح جدا جدا ان هو اتبنى عنه نشويات فترة طويلة فحددت يا انا بقى يعني من دام نزلت رقم هكافئ نفسي ابتدي اكل كل اللي اتحرمت منه طب ليه ما احنا ممكن ناكل يعني الرسول عليه السلام ما اخي ربين امرين اللي اختار اوسطهما فاناكل بالمعقول كل حاجة بس بالمعقول حسيت ان انا لغبطت في وجبة من الوجبات اذا اللي بعدها لا انا خلاص بقى اكل مثلا زبادي اكل صلطة ممكن اعود للصبح سيام متقطع يعني انا مثلا اكلت اخر حاجة كنت معزومة في فرح ساعة تمانية بالليل يعني تاني يوم مثلا اكل ساعة اثنين ساعة ثلاثة واكل وجبة اولها صلطة طيب حركة تكلمتي على البطاطس وعايزين نعرف بقى البطاطس كمان سعاراتها ايه لو بنتكلم فيه اكيد مش الفرايد يعني لو بنتكلم على مثلا المهروسة منها البيري مثلا الحاجات دي لو بنتكلم على الرز او المكارونا او البطاطس البطاطس مشبعة اكتر بتبط يعني الجليسينيك انديكس بتاعها اقل شوية من السكر الرز والمكارونا بتشبع شوية اكتر ده كانت تجربة معمولة على الناس لكن المهم تتعامل ازاي المهم تتاكل ازاي المهروسة ممتازة جدا جدا الكمان اللي بتتعامل الويتش بطاطس اللي بتتدهن بالزبادي وتتحط عليها طوابل كتير وتدخل الفرن ممتازة لو احنا ما عليناش اير فرايل مافيش مشكلة احنا عندنا الفرن زي الفل الفرن اللي بتاعنا بتاع البيت عادي نستخدمه وتتدهن تتدهن زبادي وتحط عليها طوابل الزعتر الحاجات دي كلها على فكرة التوابل دي بتزود بتصرع من عملية الحرق شوية مش هنقول هي بتحرق أو بتزود يعني إنما بتساعد الجسم على إنه يحرق أكتر صحيح طيب يمكن زي منا عشان بيقول لنا كانت والدته بتسلقها وتحطها في الفرن ممتاز ممتاز جدا جدا يعني هو في أمان كده آه ما فيش مشاكل تسلقها وتحطها في الفرن بس تدهن عليها أي مادة دهنية يفضل الزبدة مثلا أو الزبادي زبدة ما بزود سعرات حرارية آه ما فيش مشكلة بس إحنا بندهنها بفرشة مش بتتحط مش بتتقلي في زبدة القلي اللي هو في الديب ده لو بتحط في قلب الزيت ده سعرات حرارية عالية جدا جدا وخصوصا للشبسي يعني الشبسي ده لو المتقطع متقطع الفيع وبتتحط في الزيت السعراتها أعلى بكتير قوي حتى كمان من الصوابع فإحنا لو إحنا عملنا الويدجي ديت والدهنت بالفرشة زبدة ما فيش أي مشكلة حط في الفرن على فكرة الفرن برضو بيبخر المادة الدهنية يعني حالك لو تلاحظ مثلا إن إحنا لما بننجي نشوي السمك مثلا يقولك أنت لو هتختار سمك لو هتشوي السمك اختار سمك أكبر شوية لأن الشوي شوية بيشد المادة الدهنية إذن فهي الكميات يعني لو حضراتكم حابين سواء الرزة أو المكارونا أو البطاطس أو العيش أي حاجة من دول هتفرق سعراتها بكميات اللي أنت بتدخلها في جسمك يعني دكتورة نهلة النهاردة وضحت لنا نقطة مهمة جدا أنا عن نفسي كنت فاكرة أن العيش البني يمكن أن أفيد لكن وضحت لنا أنه أكيد كميات بتفرد كل شكر لكي دكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية على وجودك معنا النهاردة ناواتفين يا فاند شكرا لك يا دكتور